تلميذة لي اسمها آن صلاح قبل اسبوعين تمكنت أن تحلق فوق الموصل لأربع ساعات كانت جواعش تحتها قدامها الدكتور هاشم حسن ومن بين عشرات عماداء جامعات العربية المشاركين في الملتقى الثالث لعلوم الاتصالات والإعلام ينحني لتضحيات شهداء العراق في معركته ضد الإرهاب ويشيد بالزميلة آن صلاح كمراسلة حربية جابت سماء الموصل ومثلت انموذجا للعراقية المدافعة عن أرضها وعرضها بمهنية جاء هذا التكريم اعترافا بدور العراق بالعلم بالدفاع عن أمة العربية ضد الإرهاب ضد التطرف ضد الغلو وأيضا هو مسؤولية كبيرة لأن نكون دائما نحن في الخط الأول بالعلم في الخط الأول في الجهاد في الخط الأول في بناء الوطن وبناء الإنسان عمداء كليات الإعلام العرب وصفوا ما قامت به جريدة الشرق الأوسط بالهجمة اللا أخلاقية وخطاب الكراهية ونشر لمعلومات خاطئة من أجل التسقيط والتشويش وهي مخالفة صريحة لكل الأعراف المهنية الهجمة الغير أخلاقية من جريدة الشرق الأوسط بخطاب الكراهية واستهدافنا الذي حصل مع الأسف للنساء العراقيات بهذه الطريقة الوضيعة بتسخير الإعلام باتجاه قضايا من هذا النوع وليرتق الدكتور هاشم حسن منصة التكريم كأفضل عالم عربي متنافسا مع زملاء له من 13 بلدا عربيا مشاركا ومتوجا مسيرة إعلامية أمدها 40 عاما ومستثمرا الملتقى لإصال صورة عن أبطال التحرير والإعلام وهم يصدون بصدورهم وأقلامهم الهجمة الإرهابية الداعشية كلماته التي أثرت فينا جميعا وهو يتكلم عن شهداء الصحافة وتفاجأنا كنا منتظرين ربما حديثا علميا وكنا أمام كلام إنساني من الدرجة الأولى هذا هو الإعلام الكبير الذي ينحني بكل بساطته لامتلائه ولعلمه الغزير الذي يغطي العالم العربي في الوقت الذي أساءت فيه صحيفة الشرق الأوسط للمرأة العراقية ها هو الدكتور هاشم حسن يكرم كأفضل عالم إعلامي عربي وأثناء تكريمه إنحنى للمرأة العراقية ولتضحياتها التي قدمت حياتها فداء لغطنها لتحيى الكلمة الصادقة وتبقى جذوة الحقيقة متقدة من العاصمة الأردنية عمان زيد طائي العراقية نيوز